أهلا بكم رقم سلبي جديد للنادي الأهلي داخل دور المجموعات لدوري أبطال أفريكيا في الماتش الرابع على التولية قبل ما تعرف الرقم السلبي للنادي الأهلي أحب أقولك أن الأهلي بيكرس الععدة أمام البلوزداد بنقطة الصدارة في دور الأبطال الأهلي على الصدارة خلاص الأهلي قابل البلوزداد أربع مرات من قبل اتنين تعادل واثنين انتصار لعملاق كارة أفريكيا بأكملها النادي الأهلي العظيم والعريق دون أي هزيمة على الإطلاق الأهلي أخذ اللي عايزه من الماتش من وجهة نظر الشخصية الأهلي كان متواضع وتحت المتواضع كمان ولكن سبحان الله دايماً بياخد اللي هو عايزه من أي ماتش حتى في ظل أسوأ أداؤه بعد التوقف وبعد الرجوع من التوقف الدولي الأهلي كان أداؤه سيء جداً نهاردة ولكن هو حاطت هدف كولر ولعبة النادي الأهلي حاطين هدف قدامهم ووصلوله بمنتهى الأرياحية والسهولة من وجهة نظر الشخصية رغم أن البلوزداد كان تيم تقيل على أرض الملعب وضايا أكتر من فرصة ومصطفى شبير تصدى الخمس كرات مهمين للغاية في الماتش ولكن من وجهة نظر الشخصية الأهلي في النهاية في نهاية الماتش في المجمل الأهلي أخذ اللي هو عايزه نقطة الصدارة اللي خلته ست نقاط على الصدارة بعدين البلوزداد خمس نقاط في المركز الثاني بعدين ينجي أفريكنز خمس نقاط وبعدين ميدياما أربع نقاط والأهلي خارج لميدياما الجمعة الجاية واللي ما اتغلبش من شباب بلوزداد في الجزائر اللي هو أرخم تيم أرخم تيم في المجموعة نفسها استحالة يتغلب من ميدياما والأهلي وكلها تلاتة في الكاهرة من قبل استحالة فالأهلي حتى لو رجع بنقطة التعادل والجمعة من ميدياما ووصل لسبعة بنت حتى لو ماتش البلوزداد وينج كان في حوار أحب أقولك أن الأهلي هيكسب هنا آخر ماتش ينجي أفريكنز ويصل للعشرة بنت ومرتاح لم يكسبش أساسا ميدياما الماتش جمعة الجاية عموما الرقم السلبي للنادي الأهلي الأهلي في أربع ماتشات في دور المجموعات لم يسجل أي هدف في الشروط الأول نهائيا حتى في ماتش الانتصار على ميدياما تلاتة صفر كل الأهداف جات في الشروط الثاني في ماتش التعادل أمام ينجي أفريكنز إيجابيا الهدف جي في الدياء ستة وتمانين يعني الأهلي نهائيا بدون أي هدف في الأربع ماتشات أحب أقولكم حاجة مهمة للغاية أولا بالنسبة لمحمد بالخير ده حتة تنظيفة قوي فردة إيلة فردة إيلة تفكرك بأشرب من شرقي بالنسبة لمصطفى شبير مش فكرة خمس تصديات والله العظيم لا الولد ده مشروع حارس كبير قوي ما ينفعش ما تحطش أبوه أبوه قدامك نهائيا يا بشا ما تحطش أبوه ما تظلمش الواد من وجهة نظر الشخصية الواد ده يستحق الفرصة والله العظيم ورب ضرته النفعة فكرة إن الأهلي مرجعش ما جابش أبوه قبل ولسه الشنوه مرجعش الواد ده ياخد فرصته كاملة هيبقى مشروع حارس كبير وحارس محترم كمان نبعد نبعد فكرة الإعلام وفكرة شبير وفكرة أي حاجة ما نظلمش الواد نفسه من وجهة نظر الشخصية شابوه مصطفى شبير الأهلي عنده ماتش أمام مديامة ماتش مهمة للغاية ولكن أنا من وجهة نظر الشخصية الأهلي متأهل وزي ما قلتلك الأهلي بيتاهل بطلوع الروح وبيطلع روح أي فرقة بيقابلها ده من وجهة نظر الشخصية وفي ماتشات خروج المغلوب الأهلي بتلاقيه بكواليتي تانية خالص الأهلي بتلاقيه جودة تقنية مرعبة داخل المستطيل وبعقلية أوروبية فزع من العار التيل كمان ما تنساش اللايك الجميل والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يا حبيب قلبي إن عجبك الفيديو دمتم في أمان الله